السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزائر بتكونون بخير رح ناخذ القطعة الثانية الوحدة الاولى اللي هي قطعة مصطفى احمد I always be proud of him حسب كلام والدته اللي هي لطيفة سأكونوا دوم ونفخرتهم به هاي القطعة نفس قطعة زي بها شخصيات شخصيات ادوار هاي الادوار اذا فهمت رح تسأل عليه عملية الحفظ قلنا نفهم القصة احسن من الف سؤال لان الاسئلة متغيرات ما تجي نفسها فتابع الشرح وياي رح نحاول نبسطها بصورة اكتر نجي العنوان العنوان عندنا وهو I always be proud of him سأكون دوما فخورة به هاي هنا نطيفة تتحجي زياد مصطفى احمد نجي هسه نقشر مصطفى احمد شو اتفقنا على مصطفى احمد الشين وراع الشخصية الرئيسية مصطفى احمد مصطفى احمد شنو هنا مصطفى احمد خل نجي هو محور القصة فاش رح نقول على مصطفى رح نقول على مصطفى مين كاريكتر الشخصية الرئيسية الشخصية شنو الرئيسية مصطفى احمد مصطفى احمد مصطفى احمد مصطفى احمد مصطفى احمد امه مباشرة هذا الطفل مين يقعد النوم يدور على امه نجي هسه ظهرت شخصية ثانية شخصية منه ثانيا رح نقول امه او نقول اسمها اللي هي اسمها لطيف شنو دول لطيفة رح نجي نشوف اهنا هذا السؤال مصطفى ليش؟ لي اهميته لطيفة 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 هذا لطيفة ثلاثة سنوات متتالية 18 19 20 ما عدا السنوات اللي مذكورة شنو؟ قبلها السؤال هنا يقول كان متحيرا قليلا كان يشعر بالحيرة ليش الجواب يبدأ من بكوز بكوز شي يعني من وشي هنا أمه عادة كانت في العادة تأتي لغرفته أول أول شيء تفعله في الصباح ليش لسبب أول توقضه توقضه قعد من النوم أول تساعده على ارتداء ملابسي وتساعده على ارتداء ملابسي الآن السؤال يقول ليش مصطفى كان متحير الجواب لأن أمه عادة توقضه توقضه وتساعده على ارتداء ملابسي لهذا السبب كان متحير لأن ما يجتب ذاك الوقت لا فكرة لديه لا فكرة لديه لا فكرة لديه لما لم تكن موجودة ذلك الصباح في أبريل يعني شهر نيسان اللي هو الرابع أبريل زياد زياد رجي نكمل رح ننشر وزاري مكرر ليس توقف وين توقف قلنا شو معناها ذهب أول مكان كان المطبخ هو بحث عنها بثلاثة أماكن المكان الأول المطبخ لا إشارة عليها هناك أثنين ثلاثة فتح باب غرفة النومها فتح باب غرفة النوم أنها لا تزال نائمة نعيد من هي الشخصية الرئيسية؟ مصطفى أحمد واحد اثنين من هي الشخصية الثانية اللي ظهرت؟ أمة لماذا كان المصطفى المتحير يوم للأيام؟ السبب لي الأمك كانت في العادة تجي تقعده وتساعده على اقتداء ملاقسه هناك لم يكن لدي فكرة ذلك اليوم لم يكن لديك لذلك القرار يبحث عنها بثلاثة أماكن شنو هاي الثلاثة أماكن؟ الكتشن، الباتروم، البيدروم وين لقاها السؤال؟ أين أجدتها؟ في البيدروم كيف أجدتها؟ شن لقاها ستاعدت لا تزعال شنو؟ نائمة انكمل اهنان هموزاري ها تحاول ها تحاول تحاول تحاولها 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 لكن لا تحاول لكن من دون فائدة ها تحاول؟ انه يجاعدها ها تحاولها ويصيح حاليا لكن لا تحاول أي فائدة من الموضوع لذلك لم يتمكن من إيقادها لم يتمكن من إيقادها نكمل لطيفة اجدت شخصيات ثانية شخصيات شنو؟ لطيفة هسا هنروح لدور لطيفة بالقصة شو دور لطيفة هنا؟ قلنا أول خطوة توقظه هذا كان دورها كل صباح بعدين تحاول تساعده تساعده على ارتداء تساعده على ارتداء ملابسه عاملية لطيفة هذا دورها كان زيان خلان شو اللطيفة من شو نتعاني؟ لطيفة مصطفى اللي هي أمة سفرز شوف أشرتك ياها بهذا الفعل هاي سفرز تنتبه لي على هذا الفعل وتنتبه لي على هاي كلمة سفرز تعاني from دايباتيز دايباتيز اللي هو رايح يكون مرض السكر إذن هاي كلمة سفر ارتباط وثيق بكلمة منه؟ دايباتيز سفر تعاني مما كانت تعاني؟ سؤال من دايباتيز إجا فراغ يقول مصطفى سفرز من فراغ تكتب بالفراغ راح تكتب دايباتيز اللي هو مرض السكر هذا يعني هذا يعني تسيطر سفرز من دايباتيز هاي يجب أن تسيطر تسيطر من دايباتيز مستوى السكر في دمها ود إذن سيطر عن مستوى السكر هذا وزاري باوا مفتري مفتري انجيكشنز اوف انسولين. انجيكشنز اوف انسولين بحقن الانسولين. احنا عدنا نوعين مرضى السكر. الناس تاخد الحبوب والناس تاخد الاوبار. زياد. هسه. مش شنو تعاني ام مصطفى? هاك. سفرز الى كلمة ارتباط وثيق بيمن بالدايباتيز. شوان نسيطر على مستوى السكر بالدم? قلنا انجيكشنز اوف انسولين. ولكن بعض الاحيان مستويات السكر في دمها. تنخفض كثيرا. تنخفض كثيرا. ثم بعد ذلك. يمكن ان تفقد وعيها. يمكن ان تفقد شنو? وعيها. وهذا فعلا اللي يصير. يعني اللي يبط عنده مستوى السكر بالدم. رح يصير عنده شنو? فقدان للوعي. وهذا ما حدث فعلا. خلال الليل. خلال الليل. لطباز بلود شكر. مستوى السكر في دمها. هاد هاينا هاد. هاد دروبت بري لو. انخفضت جدا. انخفضت جدا. انخفضت جدا. انت. امكاني الان. انت. شنو. شنو سبب فقدان الوعي. الهبوط الحاد. بمستوى السكر في الدم. ضيال. من دون مساعدة من دون مساعدة يمكن أن تموت خلال ساعات قليلة مصطفى سفادر رح نيجي للشخصية الثالثة شخصية الأب مكرر وزاري كلش مهمة مصطفى سفادر والده شو رح نقول على مصطفى كان بعيدا في رحلة عمل هسا نيجي للشخصية الثالثة منو عندي الأب رح نقول مصطفى's father والده وشنو اسمه أحمد فدورة كان بالقصة كان كان او نيجي للشخصية او نيجي لن يقول طريقة تانية او اي بعيدا كان في رحلة عمل برأيكم من الوحيد اللي رح يقدر يستطيع مساعدة لطيفة مصطفى 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 الوحيد مصطفى الوحيد مصطفى الوحيد مصطفى الوحيد يستطيع مساعدتها مصطفى الوحيد مصطفى الوحيد مصطفى الوحيد مصطفى الوحيد مصطفى الوحيد مصطفى الوحيد للمطبخ للوعي. لأمه الفاقدة شنو للوعي. I'm trying to make her. محاولا make her. جعلها شنو? drink it. تشرب. he couldn't of course. لم يتمكن بالتأكيد. لأن الفاقد الوعي بحكم الميت. لم يتمكن بالتأكيد. هاي الكلمة غير اللون. هاي الكلمة املا. after spinning. بعدما سكب. سكب. quiet a lot of the cola. كثيرا من الكولة. on the bed. على السرير. على السرير. he decided on another plan. خطة بديلة. خطة شنو? بديلة. شيني هاي الخطة? انشوف. وهي. to call الاتصال بمن? الاتصال the emergency services. بخدمة الطوارئ. بخدمة شنو? الطوارئ. likely. لحسن حظه. his mother. his grandmother. his grandmother. عفو. جدته. had taught him. علمته. how to do that. يعني كيفة. يتصل. بالاسعاف. او خدمة الطوارئ. just the previous week. في الاسبوع. السابق. اكو تقدر تقوله مكان previous the last week. الاسبوع الماضي. اذا. ظهرت ادي شخصية جديدة. اربعة. من هي الشخصية? the grand mother. الجدة. شنو كان دور الجدة? وهو. taught him. علمته. to call and yet to sell. the emergency services. الاتصال. بالطوارئ. الاتصال بمن? بالطوارئ. فصال عندي لحد الآن. اربعة شخصيات. نكمل. I can't remember. I think. لا. 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 اتذكر. شيء. اينا منحة. شيء. العقول. اتذكر شيء. about all this. and كل ما حدث. مني دي احتي هنا. لطيفة. قالت. لطيفة. ليس ان شانت فقد الوعي. but مصطفى. لكن مصطفى. had called the emergency services. اتصل. بالطوارئ. all on his own. من ذاتي. اتصل بالطوارئ شنو? من ذاتي. زين. رح تجي عندي شخصية جديدة. شخصية منو? اي وزاري. emergency operator. صفية خوري. took the call. صفية خوري. توق شنو? the call التي استلمت الاتصال. مني عندي الشخصية? شخصية. emergency operator. عاملة. خدمة. الطوارئ. شنو اسمها? صفية خوري. took the call. استلمت. الاتصال. زين. رح نجي نكتب الشخصية. رح نفتح ورقة جديدة. خامسا. منو عندي? عندي صفية خوري. صفية خوري. شو رح نقول? عاملة. تعريب حفظ. عاملة خدمة الطوارئ. who took the call. عاملة خدمة الطوارئ التي استلمت الاتصال. زين. صار كم شخصية عندي خمس شخصية. نجي نكمل. حسنا. حسنا. الطفل الصغير. كان هادئا جدا. كانت وضعيتها هادئا جدا. هاي حاشها وزاري. اش قللها صفية? قال. قال. امي مريضة. تحتاج لطبيب. هذا نصا يحفظ. هذا سطر. امي مريضة. امي مريضة. تحتاج لطبيب. شو هي هادئا بالسيارة اليوم. قافل علينا. بالصوت مالا ان شاء الله يتعالج. سألته. هاي منو ديعتي لطيفة. امي مريضة. عن عنوانه. امي مريضة. امي مريضة. امي مريضة. سيارة. الاسعاف. وصلت. للمنزل. بعد مرور 15 دقيقة. من ابتصال مصطفى. بعد مرور 15 دقيقة. وصلت سيارة الاسعاف. نجي نعشر. وزاري. مصطفى هاد تستاند على تشير. اضطر الوقوف وين؟ على الكرسي. اضطر الوقوف على تشير الكرسي. ليه اشي الجواب. حتى شنو؟ افتح الباب الامامي للمسعفين. ليفتح الباب الامامي للمسعفين. للمسعفين. اذا ظهرت شخصية جديدة. اللي ظهرت شخصية منه؟ المسعفين. السؤال يقول ليش مصطفى وقف على الكرسي؟ السؤال الثاني. كيف مصطفى اضطر الوقوف على الكرسي؟ كيف مصطفى فتح الباب؟ المن للمسعفين الجواب. هي هاد تستاند على تشير. اضطر الوقوف على الكرسي. لذلك احنا هنانا السؤال. العفو سؤالين؟ بإجابتين لسطر واحد. هم تعود على المسعفين. صعدوا السلم بسرعة. وجدوها فاقدة للوعي. فاقدة شنو؟ إنسولين. لاحظوا البطاقة التعريفية لمستخدمين الإنسولين. لمستخدمين منهم؟ الإنسولين. زياد. دينيو عرفوا في الحال أنها مصابة بالسكر. جاء السؤال بلوزاري. هل شون عرفوا إنها مصابة بالسكر؟ هذا الجواب. من هذا السطر. مننا. عرف من البطاقة التعريفية لمستخدمين إنسولين. هس راح يجي دون المسعفين. أعطوها. أعطوها. حقنا. مو إنسولين. اللي ينطوه إنسولين هو هابط مستوى السكر. هذا الروح بقبل إن شاء الله للنجف. لأن اليوم بطاقة عنده مستوى السكر. شطوه يطوك لكوجين. هاي حقنا ترفع من مستوى السكر في الدم. زياد. أعطوها حقنا لترفع. مستوى السكر في دمها. زياد. لطيفة استعادت وعيها. لطيفة استعادت وعيها. بسرعة. سأكون دوما. سأكون دوما. بِي براود أوف مصطفى. فخورة به. لطيفة استعادت قال لطيفة. يا بلت ليش فخورة به؟ لعدة أسباب. أولاً. كان هادئاً. وذكياً. عندما احتاج أن يكون. على مصطفى مكانة تنتال بكلية الطب. احتاج أن يكون. وكيف أنقذ حياتي؟ وكيف أنقذ حياتي؟ إذن طلابنا الأعزاء. أدنا ست شخصيات. الشخصيات الأولى مصطفى أحمد. اللي هو يكون. المحور مال القصة. اثنين. عندي لطيفة. اللي تعاني من المرض السكر. كان دورها إنه. تجي دائماً. الغرفته. وكيف توقيته. وتساعده على ارتداء ملابسه. الشخصيات الثالثة. شخصيات الأب. اللي هو كان. كان بعيداً في رحلة عمل. لأربعة جراند مادر الجدة. اللي كان دورها. علمته شون يتصل. بخدمات الطوارئ. اللي حسن حظه طبعاً. خمسة صفية خوري. عاملة خدمات الطوارئ. اللي استلمت الاتصال. ووصفت حالة مصطفى بالهادي. وشون إنه قال لها إنه أم مريضة. وتحتاج إلى دكتور. ستة شخصيات المسعفين. اللي افطر يوقف على الكرسي. حتى يفتح لهم الباب. الشوين عرفوا إنها مصابة بالسكر. من البطاقة التعريفية. من البطاقة التعريفية. من البطاقة التعريفية. من المستخدمي الإنسولين. آخر شي انطهوا حقنا. قلنا ترفع عن مستوى السكر بالدام. هسة اللي هنا. خاصة القصة. رح نأخذ فاصل. نكمل بالأسئلة. تابع الشرح. اوكي طلابنا العزاء. هسة رح نجي لأسئلة القصة. قلنا احنا فهم القطع أحسن من من الأسئلة. السؤال أول. ما هو أول شيء يفعله مصطفى. عندما استيقظ. وليه شون السبب. الجواب رح يكون كالتالي. رح نشر الجواب. بالحيلايت. ها قلت من خلاله. يعني نهضة من فراشي مباشرة. رح نبدأ بالجواب. الجواب يبدأ العفو من بكوز. بكوز. يعني أمه. عادة تأتي إلى غرفتي. أول شاء الله توقضه. وتساعده على ارتداء ملابسه. فالجواب يبدأ بالكلمة بكوز. السؤال الثاني. بكوز. لماذا كان متحين في أحد الصباحات؟ الجواب. نفسي جواب من الأول باختلاف السؤال. بكوز. بكوز. الجواب الأول. الجواب الثاني. الحمام. الجواب الثالث. في غرفة نومها. هاي الثلاث أماكن اللي بحث عنها مصطفى. السؤال الرابع. بكوز. بكوز. جواب. 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 ماذا حاول مصطفى أن يفعل؟ عندما وجد أمه نائمة. وكيف؟ الجواب. جواب. براء. وطبعها. ومناداتها. عندما وجدتها غفتة في إجمع. وما كانت لا تكرارة. من دون فائدة. من دون شنو فائدة؟ السوال السادس. ما قبل مصطفى ستوقاف؟ السؤال السادس ما الذي تعاني منه والدة مصطفى بس هذا الجواب تقول لها مرض السكر تقول لها مرض السكر السؤال السابع السؤال السابع كيف مصطفى زمادر تستطيع والدة مصطفى السيطرة على مستوى السكر في الدم انت وانت حتشوفون السؤال واجابته طويلة لكن احنا نجاوب السؤال نفسي نجاوب الكلمات مع السؤال اللي دعشينها قالي لك هو هذا الجواب السؤال الثامن قلنا سؤال الثامن ماذا يتوجب على مرض السكري فعله كل يوم الجواب يجب أن يأخذوا حقا الإنسولين السؤال التاسع ماذا يحدث للشخص إذا خفض مستوى السكر لديه سيفقد وعيه ويمكن أن يموت خلال ساعات قليلة خلال ساعات قليلة هذا السؤال وزاري السؤال عشرة خمسة وتسعين بالمئة للأسلة وزارية ماذا حدث لطيفة خلال الليل الجواب لطيفة بلود شغر مستوى السكر في دماء خفضت جدا وفقدت وعيه سؤال 11 سؤال 11 أين كان والده الجواب أو تقول كان والده في رحلة عمل سؤال 12 وزاري مهم جدا من الوحيد اللي يستطيع شنو مساعدتها الجواب بس مصطفى الجواب شنو بس مصطفى زين أسئلك سؤال يجيك يقول لك why was مصطفى the only one who could help her يعني هذا السؤال جاء بالوزارة يقول ليش مصطفى الوحيد اللي يستطيع مساعدته ايش قلنا الجواب اللي أن كان هذا الجواب والده في رحلة عمل he was away on a business trip سؤال 13 who taught him هاي هو تسأل عن العاقل who taught him من الذي علمه to call the emergency services أن يتصل بخدمة الطوار الجواب بس هذا he is the grand mother جدته نجي السؤال رقم 14 السؤال 14 هو الصفية خوري كلش مهم من هي يا صفية خوري التعريف هذا she is the emergency operator who took the call عاملة خدمة الطوارئ التي استلمت الاتصال what's all 15 what did مصطفى say أو مرات مكانسي يقول tell نفس الشي ما الذي قاله أو أخبر مصطفى لعاملة خدمة الطوارئ قلنا هذا يحفظ نصا my mommy is sick she needs a doctor أنه أمي مريضة وتحتاج لطبيب سؤال 16 ماذا كانت تفعل لطيفة عندما ينخفض مستوى السكر في دمها الجواب she drank something sweet تشرب شيء ما حلو when her blood يعني الجواب الهنا ينتهي الحد كلمة sweet سؤال 17 what did مصطفى do when he knew when his mother needed something sweet ماذا فعل مصطفى عندما عرف أن أمه تحتاج لشيء حلو الجواب مصطفى went back رجع مصطفى to the kitchen إلى المطبخ and brought a can of cola وجلب البتل cola زين سؤال 18 يقول why couldn't مصطفى make his mother drink the can of cola لماذا لم يستطع مصطفى جعل أمه تشرب الجواب because she was unconscious or unconscious or unconscious كانت فاقدة للوعي كانت فاقدة شنو للوعي 19 what did مصطفى decide why did مصطفى عفو لماذا قرر مصطفى he called the emergency services الاتصال بخدمة الطوارئ الجواب because he couldn't wake her up لم يتمكن من إيقاظ والدته سؤال رح يكون 20 هواز مصطفى كيف كان مصطفى when he called the emergency operator كيف كان يعني ردت فعله عندما اتصل بخدمة الطوارئ أو كيف كانت حالته بس يتقول لي very calm كان hard and جدا سؤال 21 هتقول استاد ايج دعوة مو هي الوزاريات هواي من الى 2014 ونقول لي حد يومنا هذا كل الدور اول دور ثاني دور ثالث وهكذا what did arrive ما الذي وصله الى المنزل after مصطفى had called the emergency services بعدما اتصل مصطفى بخدمة الطوارئ نقول له الآن ambulance سيارة الاسعة سؤال 22 what did مصطفى do to open the front door for the paramedics شو اللي سواه مصطفى حتى يفتح الباب الجواب مصطفى sorry مصطفى had to stand on a chair لهذا الجواب فقط لين هاد الباقي من السؤال افطال الوقوف على الكرسي ليفتح الباب الأمامي سؤال 23 how did the paramedics know that مصطفى's mother suffers from diabetes كلش مهم وزاري يعني جدا جدا وزارة هذه شون عرفوا المصطفون ان والدة مصطفى تعاني من السكر الجواب when عندما they spotted لاحظوا hair insulin users identity card البطاقة التعريفية لمستخدمي الإنسولين سؤال رقم 24 how did the paramedics treat جدا جدا وزاري how did the paramedics كيف عالج المسعفون treat مصطفى's mother الجواب the paramedics gave her an injection أعطوها حقنا to raise her blood شو يا لا تكتب لي إنجكشن أو في سؤالي بس اكتب إنجكشن لرفع مستوى السكر في الدم سؤال 25 هواز مصطفى when he needed to be كيف كان مصطفى عندما احتاج أن يكون الجواب calm and intelligent كان هادئا وذكيا سؤال 26 والأخير يقول why was مكرر جدا وزاري why was لطيفة proud of her son لماذا كانت فخورة به الجواب because he was calm and intelligent كان هادئا وذكيا when he needed to be عندما احتاج أن يكون والجواب التكملة and saved وأنقذ her life حياتها وأنقذ حياتها زياد لنا تنتهي الأسئلة رح نجي لكتاب النشاط كتاب النشاط صفحة 24 لسن عشرة لاحظ عزيز المشاهد عزيزة المشاهدة لسن عشرة نجهز هنا السؤال رح يجي بأربعة طرق الطريقة الأولى توصيل الطريقة الثانية اختيارات الطريقة الثالثة املاء الطريقة الرابعة مرادفات أربعة طرق يجي بها هذا السؤال هنا يريد معاني من عندي فنحن يجي على أول وحدة شوف هنا سأكتمل حوضة الطريقتان في الحفظ مطلوبة يعني شنو يعني مثلا معناها معناها متحية مرادفة بازل هم متحية مرة يجيب سيربرايز يسويها بازل ومرة يجيب بازل يسويها سيربرايز فأنت لازم تحفظ الجهتين الثانية بوشينج يهز بوشينج يهز شعنقول شيكينج الثالثة without success to no avail يعني من دون فائدة أربعة فائدة لازم كونشياس يفقد أو تفقد وعية أو وعية خمسة يسكب سبيلنج مو سبيلنج هنا سبيلنج يسكب سبيلنج لا ستة بوليس الشرطة فائر ديبارتمنت الإطفاء الإصعاب دولي كلهم يسموهم الإمرجنسي سيرفاسيز اللي هي خدمات الطوارئ سبعة المسعفون لا هم أطباء ولا هم ممرضين دولي يسموهم بالباراماديكس المسعفون جيد الأخيرة ووك أب يستعيد وعيه راح تكون ري جيند لازم ضيفت أيدي لين هذو الفعل ماضي ري جيند كونشياس سيرفاسي سيرفاسي يفقد العفو يستعيد وعيه إلى هنا طلابنا العزاء راح انتهت هذه القصة بتفصيلاتها بشخصياتها بأسئلتها بحل التمعين الخاص اللي موجود صفحة 24 نرجع وأقول لك لازم 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 تفهم القصة لا تجعل الأسئلة أتلقى لك بقطع جديدة دمتم في رعاية الله وأحب الله